جماعة أنا تأرتصت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بيكم في مراجعة جديدة من فيلم جامد والعمل اللي حنتكلم عنه النهاردة هو الجزء الأول من المسلسل الفرنسي القصير وفي حتة الجزء الأول دي يكمن الأورتاس لإني ما كنتش أعرف أن المسلسل مقسوم على نصين وما اكتشفتش الواقع ده غير بعد ما خلصت النص الأولاني ولو كنت أعرف الموضوع ده احتمال كنت أفكر مرتين قبل ما قرر أني أكمله لأن الصراحة تجربة المشاهدة فيها بعض المنغصات الطفولية اللي قدرت أستحملها لإني أقنعت نفسي أنهم خمس حلقات ونخلص ولأن القصة كانت جذابة إلى حد كبير وكنت عاوز عرف هتخلص على إيه ومش عارف يا جماعة بس أكاد أجزم أن موضوع الجزء الأول ده ما كانش مكتوب لما بدأت أتفرج تقول لي أنت فاكر ده كويس أقولك آه تقول لي متأكد أقولك لا المهم مسلسلنا بينتمي للأجواء البوليسية وألعاب الذكاء وبطلنا فيها هو أسان ديوب النصاب والحرامي المحترف والمتأثر جدا بتراث أرسان لوبان شخصية الحرامي الشريف الخيالية الشهيرة في الأدب الفرنسي أسان في مسلسلنا بيسعى للانتقام لوالده اللي تم اتهامه ظلما من 25 سنة من قبل عائلة بيلجريني وبعد حدث مهم يخص العائلة أخيرا بيلاقي فرصته عشان يعيد فتح الصفحات الأديمة ويحاول يحل اللغز وفي طريقه بيصخر كتير من الألعاب والخدع اللي تعلمها من قراءته لقصص أرسان لوبان ولكنه ليس الذكي الوحيد وأكيد الطرف الثاني عنده ألعابه وخدعه لمواجهته فيا ترى إيه اللي حيحصل اللي حيحصل هو إننا حنتطر نستنى الجزء الثاني عشان نعرف إيه اللي حيحصل طيب نرجع تاني للأرطاس إيه مشكلتي مع الجزء الأول من مسلسل لوبان مشكلتي هي في عنصر الجذب الرئيسي فيه الحيل والخدع وألعاب الذكاء المكائد اللي أصن بيصممها وبينفذها بنفسه واللي كتير منها في تقدير الشخصي كان مفاستك أوضح من اللازم أسهل من اللازم فيه اعتماد كبير قوي على غباء الطرف الآخر عشان ينجح حاجات لازم المشاهد يتعاطف معاها جدا عشان يعديها حاجة كده شبه اللي بنعمله مع المسلسلات المصرية في رمضان اللي هو تلاقوا نفسكم كل ما انتوا عمالين تتفرجوا بتسألوا نفسكم طب إزاي؟ طب يابني ما تبصي النحيا دي؟ طب يابني إزاي ملاحظتش النقطة دي؟ طب وإنت بتنزله ما كنتش واخد بالك من اللي تحت هدومه؟ أنا بحاول أساعدكم عشان تفهموا قصدي من غير محرق ودي منغسات ممكن نقول عليها متوسطة في تجربة المشاهدة بس المنغس الرئيسي في السعي الأعظم لأن أكبر تساؤل بيتطرح من الطرف الآخر هو مين اللي بيعمل فينا الحاجات دي؟ والموضوع مش محتاج محقق علامي يعني عشان يلاقي الإجابة أو على الأقل عشان يمسك طرف خيط ممكن يوصله لشخصية أساني الموضوع دايقني يا جماعة لدرجة أن أنا في بعض الأحيان بدأت أرجع أشك في أن يمكن أنا اللي فهم غلط أن يمكن الموضوع يكون محبوك كويس جدا ولكن لدرجة تفوق قدراتي العقلية وده وارد في بعض الأحيان بس لأ في حاجات تانية كتير فاضحة وده على المستوى الظاهر جدا والواضح جدا بصرف النظر بقى عن الحاجات اللي ممكن نبتدينا تساءل عنها إزاي بوليس في وقتنا الحالي ما عندوش الأدوات أنه يلاقيها ودي باري يا جماعة وفرنسا يعني مش إزاي ممكن نكمل الجملة دي من غير ما ندايق أي حد مش حتة تانية فرنسا يعني حلو ولكن في عناصر وعوامل تانية كتير بتشجع على استمرار المشاهدة الدراما من العناصر الجيدة جدا تاريخ القصص والشخصيات من العناصر الجيدة جدا الكوميديا وإن كانت خفيفة من العناصر الموفقة المشاهد الحركية مقبولة بشكل كبير وللأمانة برضو بعض الحيل والخدع اللي بتتقدم وبالتحديد تجاه نهاية الجزء الأول من المسلسل كانت متصممة بشكل كويس القسم الأكبر من الدراما بتاعتنا مركزة على دراسة شخصية أسان وده متقسم لثلاث أجزاء الجزء الأول هو تاريخه وده كان متقدم كويس جدا لدرجة أن كل ما كنا بنرجع في فلاش باك أنا كنت بتبسط أكتر ويمكن كتير من الفضلف ده بيرجع للممثل اللي كان عامل دوره وهو طفل صغير لأنه حقيقي كان ممتاز الجزء الثاني هو حياته الشخصية وده وفعه واللي برضو كان كويس جدا بس التركيز عليه ما كانش متزن وما بنبدأش نقضي وقت معاه غير برضو تجاه نهاية الجزء الأول حياته الأسرية تاريخه مع كلار أم ابنه تاريخه مع صديقه وتاريخه في عمليات النصب والسرقة وده مدخل الجزء الثالث في شخصيته وهو الأقل على مستوى الجودة في تقدير الشخصي مهاراته قدراته مكائده الحلو فيها أن كلها ليها مصدر واحد وهو التاريخ الأدبي لشخصية أرسان لوبان ده يمكن يكون الخيط اللي مسك الدنيا كلها مع بعضها وخلى متابعتها مسلية وبالتحديد في الأوقات اللي المسلسل بيشرح لنا فيها إيه هو الرابط بس كتير منها مش متجاوب يعني لما يكون في حيلة أو خدعة معينة بتكتسب الصفة الخارقة بيبقى ضروري جدا نفهم جبها منين زي في مشهد معين مثلا بنكتشف قدرته على التلاعب بالكلبشات دي قدرة مش بسيطة يا جماعة وتحل بلاوي لازم تشرح لي جبتها منين وأجدتها إزاي وإمتى ينفع تستخدمها وإمتى ما ينفعش تستخدمها وده طبعا ينطبق على حاجات كتير منها قدراته على التخفي اللي لو تعملت في أي مسلسل مصري حنتحك عليها لأن المكياج والتنكر اللي هو بيعمله ده ممكن يعدي لو تم اختباره بشكل عابر لكن فيه أحيان معينة كانت الشخصية اللي هو متنكر فيها بتبقى تحت الأضواء قوي وكمان مرة عاوز أكرر إن اتجاه نهاية الجزء الأول الأمور دي كلها بتتحسن دي النقطة اللي الخطوط كلها بتاعت شخصيته بتدمج مع بعض التاريخ مع الحياة الشخصية والدوافع مع القدرات ودي برضو المرحلة اللي بنحس فيها بأعلى درادات المقاومة من الجانب الآخر والجانب الآخر ده فيه أعداء وفيه محايدين والمحايدين دول اللي هم جهات التحقيق والبوليس يعني اللي أخيرا بنبتدي نلمس عندهم شوية ذكاء وفتاكة بقى يجد عنده أنتوا قاعدتوا 3-4 حلقات في غيبوبة ده ممكن يكون بيعد بأشياء أفضل في الجزء الثاني وده بيخليني أفكر إن الأورتاص ده لو كان مقصود فهو كويس لإن من غيره ما كنتش هكمل الجزء الأول وما كنتش هشوف الحلقات الأفضل وما كنتش حب أعاوز قوي أشوف الجزء الثاني وأنا عارف إن غالبا ده كان مكتوب من الأول وأنا اللي بيتهياء لي بس لأ ملعوبة الجزء الأول من المسلسل الفرنسي القصير لوبين كويس في عوامل كتير ممتعة في المشاهدة بس في رأيي لازم المشاهدين يتعلموا يكبروا دماغهم شوي عن بعض الأسئلة عشان يعرفوا يستمتعوا بيه وأنا لما لقيته في مقدم الترتيب الأعمال الأكثر مشاهدة في كتير من دول العالم توقعت أكتر من كده ومشاكل معاه ممكن تكون مش كتيرة قوي ولكنها جاية في مقتل جاية في عنصر الجذب الأهم والدعم اللي حواليها من العناصر الفنية والتقنية مش مساعد قوي هي كارزمة وحضور أمر سي بس وكل سنة وانت طيب على كده لأ ويمكن طبعا الولد اللي عمل دوره هو صغير مش حقدر أنكر دي تقييمي للجزء الأول من المسلسل الفرنسي القصير لوبين هو ستة ونص من عشرة ومن الجيد أن حسب التقارير اللي قارتها الجزء التاني مش مفروض يتأخر كتير في العرب منقشة الحلقة للناس اللي عندها شوية خبرة في المسلسلات الفرنسية فيه ايه تاني متاح وسهل نوصله تحبوا ترشحوه لينا عشان نشوفه ياريت تساهموا بترشيحاتكم في الكومنس الف شكر لحضراتكم على المشاهدة ياريت تعملوا وشاروا ولايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات أول باول تابوني على فسبك وتروني مو بوجه و باي باي